برضو نعرف حضراتكم المستجدات على كافة الأصعادة المبارحة يعني الفترة الأخيرة لاتحاد المصري لكرة القدم أنهى رسميا تعقده مع المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي ليتولى قيادة المنتخب الأولمبي المصري ويبدأ مهمته بشكل رسمي بيمتلك ميكالي مشوار مميز الحقيقة كمدير فني خصوصا على صعيد المراحل السينية الشابة حيث قاد المنتخب البرازيلي للميدالية الذهبية الأولى في تاريخه في كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جينيرو عشرين ستاشر كمان حصل مع المنتخب البرازيلي تحت سن عشرين سنة على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015 وبدأ روجيرو ميكالي مسرته التدريبية سنة 1999 بتولي تدريب فريق الشباب بنادي فورتوجيزا لوندريسي وهو أحد الأندية الصغيرة في البرازيل كمان نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل الجهاز المساعد لروجيرو وهو تعيين تياجو كونيا المدرب المساعد وليوناردو فاجريس مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل للأداء وطبعا كلنا بنتمنى لهم كل التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله طبعا المنتخب الأولمبي عايز إعادة كالنظر بشكل كبير لكن بداية بردو كويسة بتتكلم عن بردو أسماء كبيرة بتتكلم عن تحديث وتطوير إن شاء الله يكون موجود هو ده اللي بنأمله فأخير إن شاء الله يعني ودي خطوة كانت متأخرة شوية بس مش مهم يعني عارف عن مش ناقلون عن دروس حصلت وحلو قوي أن أنت بقيت تهتم بكل جوانب عندك وكل الفئات العمرية بزبط فبداية بردو كويسة جدا أنا شايفة إن إحنا في الفترة اللي إحنا فيها دي بداية إصلاح لملفات عديدة فده أمر أعتقد مبشر للغاية للفترة اللي جاية